من المتوقع أن يقوم المبعوث الأممي مارتين غريفث بزيارة إلى صنعاه هي السادسة منذ اتفاق ستوك هولم أملاً في حال حالة التعثر الحاصل لبنود الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بإعادة الانتشار في الحديدة وبحسب مصدر أممي فإن غريفث يهدف لوضع اللمسات النهائية للخطوط التشغيلية للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد سيكون في استقبال غريفث لكن ما الذي سيقوله لوليسغارد لرئيسه مارتين خصوصاً بعد معايشته ليوميات الأحداث في الحديدة والسمائه مؤخراً لشيئاً من معاناة مواطني الدريهيمي الذين تتخذ الميليشيا من بقي منهم دروعاً بشرية بحسب مصدر في الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فإن المراقب الأممي قال أن لا مانع لديه من مصارحة المجتمع الدولي عن الطرف المعرقل خصوصاً وأن الفريق الحكومي أبدى موافقته على مشروع الخطط التشغيلية للمرحلة الأولى لإعادة الانتشار والمقترحة من لوليسغارد نفسه في الأثناء ثمت أصوات تتعالى من جنوب الحديدة تطالب المبعوث الأممي بعدم تجزئة المعاناة في الحديدة وعدم فصل جنوبها عن الحديدة الميناء والمدينة إذ دعى مواطنون في مدينة حيس والتحيط الجنرال لوليسغارد ومن ورائه جريفث لتقدير معاناة سكان المدينتين الذين تنهال عليهم يومياً قذائف الميليشيا الإنقلابية الأمر نفسه ينسحب على ضحايا الألغام التي تحصد يومياً ضحايا أبرياء في كل الطرق المؤدية لمناطق سيطرة القوات الشرعية فضل عن ضحايا التهجير والحصار القصري في عشرات القرى الريفية المنتشرة شرق مناطق المواجهات بعيداً عن الاهتمام الإنساني